مرحبا بكم يا أصدقائي أنا ميادة في التسعة عشر من عمري لدي أخ يدعى محمد في الثالثة والعشرين من عمره نعيش مع والداني اليوم سأروي لكم قصة الصدمة التي جعلتني أعيش في رعب لأيام في البداية كنا مجتمعين جميعا على الطاولة لتناول الغداء فقال أبي لأخي محمد لما لم تذهب للعمل اليوم يا محمد هل حدث شيء؟ لا لم يحدث شيء أشعر أنني لست بخير لذا لم أذهب هل تشعر بالمرض؟ قليلا فقط ولكني بخير الآن حسنا يا عزيزي إن حدث شيء ولو صغير لا تتردد في إخباري اتفقنا أبي سأذهب اليوم في نزهة مع أصدقائي كما أخبرتك حسنا ولكن لا تتأخري أو انتظري ما رأيك أن تقوم بإيصالها أنت يا محمد وتأخذها في العودة لا أظن أنني سأستطيع ذلك يا أبي لأن هناك موعد يجب أن أذهب له اليوم تعددت مواعيدك أتمنى أنك لا تخفي شيئا عننا لا تقلق يا أبي حسنا سأذهب ولن أتأخر يا أبي لا تقلق حسنا عزيزتي انتبهي لنفسك بعدما انتهنا من الغداء بدلت ملابسي وذهبت إلى أصدقائي جلست معهم قليلا وعندما حل الليل ودعتهم وعدت إلى المنزل ولكن قبل أن أدخل إلى المنزل رأيت محمد وهو يجذب شيئا على الأرض في حقيبة سوداء ويدخله من الباب الخلفي للمنزل حيث أنه توجد غرفة فارغة بداخل المنزل لها باب خارجي أما عن الباب الداخلي فمغلق بحائط من الداخل وبعد دقائق وجدته خرج وكان يلتف حوله بتوتر اقتربت منه وعندما رأاني توتر وقال ماذا تفعلين هنا؟ لقد عدت للتو ماذا عنك؟ ما الذي كنت تفعله؟ لا شيء لقد كنت مع أصدقائي وأتيت حالا وأسرع في الدخول قبل أن أتحدث تعجبت من طريقته المريبة لكنني تجاهلتها ودخلت غرفتي لأنا بعد مروري يومين وحين كنت في دورة المياه أغسل وجهي شعرت بخطوات وكأن أحدهم يقف خلفي أصابني الخوف واستدرت بسرعة ولكن لم أجد أحدا غسلت وجهي وحين رفعت وجهي ونظرت في المرأة أصابني الفزع فقد رأيت شبحا لفتاة خصولاتها السوداء الطويلة تغطي نصف وجهها وعينيها بيضاء وبشرتها شاحبة حدقت بي بطريقة مرعبة فصرخت ثم ركضت للخارج على الفور قابلت أمي التي سألتني ماذا بك؟ ماذا حدث؟ لم يحدث شيئا يا أمي لا تقلقي ولما كنت تصرخين إذن؟ فقد رأيت فأرا بالقرب من شرفة الحمام فشعرت بالذور حسنا هيا عودي لغرفتك عدت لغرفتي وأنا أحاول ترد شبح تلك الفتاة المخيفة من مخيلتي لأستطيع النوم باليوم التالي مساء بعد أن نام الجميع كنت جالسة في غرفتي أشاهد فلما على هاتفي وفجأة قطع التيار الكهربائي تأففت بضيق هل هذا وقته لم يكن ينقطع منذ قرن؟ فتحت الكشافة في الحاتف وكنت أصلته أمامي ولكن ما إن فتحته حتى شهقت بفزع فقد رأيت شبح تلك الفتاة المرعبة مجددا جالسة أمامي على الكرسي ثم همست بطريقة مخيفة ميادة حينه ركضت بهلع للخارج نحو غرفتي والدان رأيت أمي وقد خرجت من غرفتها بعد انقطاع التيار الكهربائي ولم تلحظ بالطبع الهلع على وجهي هل لازلت مستيقظة؟ نعم لم أشعر بالنعاس هيبدو أننا لن نستطيع النوم في هذا الجو الحار لا أدري كيف لم يستيقظ والدك أمي هل يمكنني أن أسألك عن شيء؟ بالطبع يا عزيزتي هل ترين شيئا في المنزل؟ شيئا مثل ماذا؟ أي خيالات مخيفة بعض الشيء بالطبع لا أرى هل ترين أنت؟ أظن ذلك لا تقلقي يا عزيزتي حتما هذه مجرد خيالات بسبب مشاهدتك المستمرة لأفلام الرعب لا تفكر فيها كثيرا وتجاهلها ربما سأحاول مر ما يقارب العام على هذه الحادثة المخيفة وما زال ذلك الشبح المخيف يظهر لي وبيوم كنت أخرج القمامة من المنزل رأيت أخي محمد مرة أخرى يجذب شيئا نحو تلك الغرفة مجددا تذكرت ما حدث سابقا وساوران الفضول والشك فاقتربت منه على الفور ولكن قبل أن أدخل خرج محمد فقلت له ماذا تفعل؟ لا أفعل شيئا لقد كنت أضع بعض الأشياء التي ليست مهمة حسنا هل تريدين شيء؟ لا شكرا لك أغلق الباب بإحكام وذهب شعرت أن هناك شيئا غريبا وأن أخي يخفي سرع ولكن لا أدري ما هو بعد مرور بإحكام وفي أخير منه أستطع تفسيره لذا نهدت وأنا أبحث عن مصدر الصوت ثم تبين لي أن الصوت يأتي عبر الحائط حيث تلك الغرفة المغلقة اقتربت ببطء من الحائط وقربت أذني وفجأة سمعت صراخا مخيفا بإسمي هدت للخلف عدة خطوات بفزع وأنا أردد يا إلهي ما هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحين استدرت لأعود مكاني على النقاة رأيت أمامي فجأة شبح لفتاة أخرى غير الأولى في غاية الرعب صرخت بفزع وأنا أركض نحو غرفتي جلست على السرير وأنا أتنفس بصوت مسموع ولم أعد أستطيع تفسير ما يحدث مر بعض الوقت وبدأت أهدأ ثم اتصلت بأمي مرحبا يا أمي كيف حالك؟ بخير يا عزيزتي أنت كيف حالك؟ بخير كم تبقى من الوقت على عودتك للمنزل؟ انتهيت من التسوق وأنا في طريق الآن للعودة للمنزل حسنا لا تتأخر رجاء هل حدث شيء؟ لا لم يحدث ولكني لا أفضل البقاء بمفردي كثيرا في المنزل حسنا لا تقلقي لن أتأخر أغلقت الهاتف ولكن سقط من يدي أسفل الفراش دون قصد فانحنيت أرضا لأجلبه وحين مددت يدي لأمسك به فجأة شعرت بمن يقبض على يدي فوجدت تلك الفتاة المرعبة تنظر لي وهي تبتسم ابتسامة جعلت صراخي يزداد وما إن حررت يدي حتى ركضت بهلع لأخرج من الغرفة ثم أشعلت التلفاز محاولة طمأنة نفسي والانتظار حتى عودة والداي وبيوم كنت نائمة في غرفتي شعرت فجأة بالغطاء ينزح عني هل هذه أنت يا أمي؟ أمي ولكن لم يجبني أي أحد نهضت لأجذب الغطاء ولكن ما صدمني وأثار فزع هو أنني حين نهضت رأيت فجأة شبح الفتاتين المرعب وهما تمسكاني بطرف الغطاء صرخت وخرجت ركضة وأنا أنظر للغرفة وكأنها صارت غرفة رعب مرت أيام قليلة كسابقتها حتى أصبحت أتوقع ظهور تلك الأشباح في أي لحظة وبيوم حين كنت بمفردي في المنزل أنتظر بلهفة عودة والدتي من زيارة أحد أقاربنا تذكرت أخي وذلك الشيء الذي كان يضعه بداخل الغرفة اقتربت من ذلك الحائط كان هناك ثقبا صغيرا فشعرت بالفضول لأعرف ما يوجد في تلك الغرفة حاولت النظر من ذلك الثقب ولكني شممت رائحة كريهة جدا ازدادت دهشتي وتعجبي وقررت أن أكسر جزءا آخر من الحائط لأستطيع الرؤية هو بالفعل أحضرت أداة صلبة وكسرت جزءا صغيرا يسمح لي بالنظر وحين نظرت صدمت بمظهر الهياكل العظمية أمامي صرخت بشدة من فرط الفزع والذهول الذي شعرت به ولحسن حظي تزامنت تلك اللحظة مع وصول أمي ماذا هناك ماذا بك يا ميادة يا إلهي لا أصدق ما هذا ماذا تحدثي ما الذي حدث انظري ماذا وجدت في تلك الغرفة وحين نظرت ورأت ما رأيته صدمت بشدة وصرخت بخوف ماذا سنفعل الآن انتظري سنخبر والدك اتصلت بأبي الذي كان في العمل وما إن أجاب حتى قالت مسرعة مرحبا يا خالد هل عدت للمنزل الآن رجاء سأخبرك ما حدث حين تأتيه ولكن أرجوك اترك العمل وعد مسرعا هل أمر ضروري سمعت رده ثم أغلقت وهي تقول لي تعال يا عزيزتي سننتظره حتى يأتي بعد قليل اهدئي ولا تقلقي والدك سيتصرف حسنا بعد قليل عاد والدي للمنزل بالفعل وهو يتساءل بقلق ماذا هناك ما الذي حدث انظر لما في داخل تلك الغرفة نظر فرأ الهياكل العظمية البشرية يا إلهي لا أستطيع استيعاب ما تره عيناي ثم نظر لنا قائلا أخبروني ما الذي يحدث هنا لقد رأيت أخي سابقا يدخل شيئا لهذه الغرفة ولكننا كنا بمنتصف الليل تقريبا والظلام كان يسيطر فلم أستطع رؤية ذلك الشيء وحين كنت أسأله كان يتهرب من الإجابة شككت أن هناك سران يخفيه عني ولكني أيضا قلت لنفسي ربما هذه شكوكا دون داعي خاصة أنني لم أستطع تدقيق النظر والتأكد أنه يدخل شيئا يجب أن نقوم بإبلاغ الشرطة حتى نعرف ما هذا وما الذي حدث نعم يجب أن نبلغهم على الفور بعد فترة بعد أن أبلغنا الشرطة وجاءوا لفحص تلك الغرفة قال أبي للضابط هل توصلتم لشيء أيها الضابط؟ لا ليس بعد سنفحص كل ما بالغرفة ونرى نتيجة البصمات ولكني أشك بشيء وما هو؟ منذ فترة جاءنا بلغان عن اختفاء فتتان ولم نصل لأي شيء خلال بحثنا عنهم هل تقصد أن تلك الهياكل تعود لتلك الفتيات؟ ربما سنعرف كل شيء بعد صدور نتيجة التقرير الطبي حسنا أرجو أن تخبرنا بما تتوصلون له لأننا قلقون بشدة حسنا ولكنكم ستأتون معنا لنأخذ بصمات الجميع كما تريد جاء أخي محمد في ذلك الوقت وصدم برؤية الشرطة في المنزل جيد أنك أدت يا محمد هيا سنذهب لمركز الشرطة ما الذي حدث يا أبي؟ سأخبرك في الطريق هيا بنا وبالفعل ذهبنا لمركز الشرطة وأخذوا بصماتنا ليطابقوها بما في الغرفة ومرت بضعة أيام وكان التوتر يظهر جليا على أخي محمد منذ أن عرف بما حدث وفي وقت ما حين كنا جالسين على المائدة نتناول الغداء كان أخي محمد شاردا فقالت أمي ما بك يا محمد لما لا تأكل؟ ليس هناك شيء سأكل بني أكررها لك للمرة الألف إن كان هناك شيء يخص تلك الغرفة أخبرنا ولا تتردد قلت لك سابقا يا أبي أنا لا أعرف أي شيء عن تلك الغرفة ولم أدخلها سوى مرة وحيدة أو مرتين لأضع بها بعض الأشياء الغير مهمة حتى أفرغ مساحة بغرفتي عزيزي إن كان هناك شيء أخبرنا ولا تخاف سنساعدك ليس هناك شيء يا أمي أنا لم أفعل شيئا حسنا كما تريد مرات أيام قليلة أخرى وبيوم جاء شرطي لمنزلنا وفتح والدي الباب وقال تفضل أيها الشرطي ما الذي حدث يجب عليكم جميعا للمجيء معنا لمركز الشرطة لإكمال التحقيقات هل عرفتم شيئا؟ نعم تلك الهياكل اتضح أنها للفتيات التي تم الإبلاغ باختفائهن هل هناك من هو غير موجود من أسرتكم الآن؟ لا جميعنا هنا جيد هناك استدعاء لكم من الضابط حسنا وبالفعل ذهبنا جميعا لمركز الشرطة وبدأت الشرطة تحقق مع كل شخص فينا بمفرده وحين جاء دوري وسألني الضابط أخبريني كل ما تعرفينه عن تلك الغرفة أنا لا أعرف أي شيء ولم أكن أدخلها كما أن بابها مغلق دائما هل حدث ورأيتي شيئا آخر؟ أخبريني حتى لا تتورط أنت وعائلتك في شيء فقط رأيت أخي ذات مرة يدخلها كان يضع بها أشياء يفرغ مساحة في غرفته حسنا تفضلي للخارج جاء دور أخي محمد الذي كان قلقا ولكن قبل أن يدخل فجأة انتبهنا جميعا لرجل كان يدخل مع زوجته لمركز الشرطة ألست أنت من تحدثت معي لخطبة ابنتي رنا؟ نعم ألا تعرف مكانها أين هي؟ لقد اختفت منذ فترة كبيرة من أين يعرف ابنتك؟ أخبرني بكل شيء حدث من هذا الرجل أيها الضابط؟ هذا والد إحدى الفتيات المفقودة أدركنا جميعا شك الضابط دون مزيد من الحديث والصدمة كانت تسيطر علينا لقد جاء وتحدث معي لأنه كان يريد الزواج من ابنتي ولكنني رفضت بسبب فرق المستوى بينهما وبعدها بشهر تقريبا أو أكثر اختفت رنا ولكني لم أفكر أبدا أنه قد يكون له علاقة باختفائها حسنا لقد كشف كل شيء الآن تفضل بالجلوس وهدأ رجاء سننتهي من التحقيقات ونخبرك بكل شيء دخل أخي محمد مع الضابط ليبدأ التحقيق معه وبعد فترة مرت علينا بصعوبة خرج الضابط أولا ثم قال يؤسفني أن أخبركم أننا سنوقي القبض على محمد ماذا؟ لماذا؟ ما الذي حدث؟ لقد وجدنا بصماته متطابقة مع البصمات الموجودة في الغرفة كما أن ذلك الرجل أثبت أنه كان على معرفة بالضحية التي وجدنا عظامها في الغرفة وبعد الضغط عليه أثناء التحقيق اعترف أنه كان يحب فتاة ثم ذهب وقابل والدها ليتزوجها فرفضوه بقسوة بسبب تدني مستواه المادي عنها ثم تكرر الأمر معه بعد عام مع فتاة أخرى ولم يستطع تمالك نفسه وقتلها أيضا ثم أخفى الجثمانين في تلك الغرفة المغلقة لا هذا مستحيل هناك خطأ ما محمد لا يفعل هذا ألم يخبركم من قبل أنه كان يريد الزواج من إحدى الفتيات؟ لا لم يخبرناه ربما كان يفكر أنه سيخبرنا إن وجد قبول من أهلهم ربما يمكنكم توكين محامي له لأنه سيتم نقله إلى النيابة حسنا للأسف بعد مرور وقت طويل تم الحكم على أخي وحتى الآن لم نستطع تجاوز صدمة ما حدث وإلى هنا تنتهي قصتي يا أصدقائي إلى اللقاء في قصة جديدة شكرا